سريعاً كده نجيب على الأسئلة الخاصة بحضراتكم الأستاذة نغم بتسأل عن مقطع سمعته ليه الشيخ الشعراوي بيتكلم فيه على إنه ما يستحب الشيخ نقول يا الله الدعاء طبعاً بابه واسع وما ذكروا مولانا الشيخ الشعراوي هو من باب الأدب العالي مع الله سبحانه وتعالى والإنسان يدعو ربه بما ربنا سبحانه وتعالى يفتح به عليه إسقاط حرف النداء هنا يا الله فتقول اللهم بدل يا الله إسقاط حرف النداء ده من آداب الدعاء لا يعني أن استعمال حرف النداء خطأ وإنما اللي نقدر نقوله في هذه المسألة أن الشيخ حاب ينبه على نكتة بلاغية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنت لما بتنادي على حد في معنى أنه من جهة البلاغة أنه بعيد فهو بينبهنا إلى هذا المعنى البلاغي ولكن إذا قلنا يا الله ليس فيها شيء زي ما هو وارد في السنة يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فيا حي يا قيوم وارد كمان في الدعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا دا الجلال يا دا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فالنبي عيسى والسلام لما سمع هذا الرجل يدعو بهذا الدعاء والنبي لم يعلمه هذا الدعاء هذا مما فتح على هذا العبد به قال لقد دع الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فالشيخ شعراوي بيعيشنا البلاغة بتاعة اللغة العربية وجمالات اللغة العربية على أن احنا نقول اللهم هذا من داب الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم